المترجم للقناة 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 العلوم السياسية بالجزائر وله العديد من المشاركات في الموضوع حول هذا الموضوع إذن نستهل هذه الجلسة بهذه المداخلة الأولى للأستاذ والباحث بالضيفالة بالقسم بسم الله الرحمن الرحيم أولا سيدتي رئيسة الجلسة السيد مدير فرع المركز بتونس الساد الحضول السادة الأفاضن من مختلف الأقطار العربية بتحديد المنطقة المغاربية أجد نفسي سعيدا ومرتبكا في نفس الوقت أن أعتلي هذه المنصة للمرة الأولى ربما في ملتقى دولي بهذا الحجم وأن أكون من يستفتح هذه الجلسات في إطار ندوى الموسومة بالمجتمع العربي والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي موضوع المداخل كما سبق وأن ذكرت الأستاذ السيدة رئيسة الجلسة تتمحور بشكل عام حول مناقشة البعد الإبس منظري لمفهوم المجتمع المدني من بداية الفلسفة الحديثة مع فلسفة العقد الاجتماعي إلى غاية الفلسفة المعاصرة مع أعمال الفيلسوف يورغان هابيرماس وأندرو أراتو أستعيد جدا أن الأستاذ الذي سابق يعني اختصر علي مسافة تركيز أو الحديث عن التأصيل التاريخي والفلسفي لمفهوم المجتمع المدني في الفلسفات القديمة لذا ومن خلال العلوان الذي سبق وأن أشرت إليه فإن موضوع المداخلة تنحصر حول تحديد مفهوم المجتمع المدني في بعده الإبس منظري من خلال تركيز على المرحلة المرحلة التي سميتها بمرحلة العولة ما تحديدا منذ ظهور ما يعرف بالفلسفة الحديثة مع فلسفة العقد الاجتماعي إلى غاية اليوم وعلى هذا الأساس أحاول قدر المستطع تسليط الضوء على هذه المداخلة من خلال تركيز على مجموعة من النقاط أو مجموعة من المحاور النقطة الأولى سأحاول قدر المستطع إزالة عفو أو رفع الليثام حول مفهوم المجتمع المدني أو التأصيل الأول لمفهوم المجتمع المدني من خلال دور فلسفة العقد الاجتماعي في بناء التصوير الإبس منظري الأول لمفهوم المجتمع المدني النقطة الثانية سأحاول توضيح مفهوم المجتمع المدني في أعمال الفيلوسوف الألماني فريدريك هيجل وتحديداً ما الصلح على تسميته بمجتمع الحاجات في المجتمع الأوروبي الماركنتيلي النقطة الثالثة سأحاول قدر المستطع توضيح مفهوم المجتمع المدني لدى أنصار المدرسة التقليدية المدرسة الديمقراطية الحديثة وما اسموه بدور المؤسسات المجتمع المدني في عدق المجال العام السياسي داخل الدولة من السلطة الحاكمة النقطة الرابعة سأحاول أيضاً توضيح مفهوم المجتمع المدني في أعمال أنصار المدرسة الماركسية تحديداً كارل ماركس وأنتونيو جرامشي النقطة الخامسة سأحاول أيضاً تحديد مقصود المجتمع المدني في أعمال المدرسة النقدية الحديثة تحديداً يورغان هابيرماس وأندرو أراتو النقطة الخامسة سأحاول قدر المستطع التركيز على المفهوم الحديث للمجتمع المدني وهو المجتمع المدني الذي يتجاوز الحدود الجغرافية للدولة الواحدة إلى أكثر من دولة أو ما الصلح على تسميته بالمجتمع المدني العالمي أو الكوزمو بوليطاني النقطة الثالثة هي بمثابة خطوة انتقال إلى المداخلات الأخرى أو المحاول الأخرى وسأحاول مقاربة مفهوم المجتمع المدني القائم حالياً في الوطن العربي بين الظفرين ومختلف التعريفات التي قدمت لمفهوم المجتمع المدني في المدارس المختلفة التي سبق وأنذكرت إليها طبعاً أنطلق من فكرة مركزية مفادها أنه ليس من قبيل مبلغة القول أنه البدايات الأولى لتفسخ نظام الاقتعي الذي عرفته أوروبا منذ قيام منذ تفكك الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي مثل مرحلة انتقال للفكر البشري من الفكر الإقطاعي إلى الفكر الأوروبي الحديث القائم على الاستعمال العقل في نقد الممارسات الأفراد داخل المجتمع لو تصفحنا وتمعنا النظر في أبجديات وفي منطلقات وفي مضمون الفكر البشري الفلسفي الليبرالي الذي تأسس مباشرة بعد التوقيع على معاهدة وستفاليا وأسس لظهور ما يعرف بالدولة الحادثة ومختلف الفلسفات التي أسست منذ تلك الفترة لو وجدنا أن التنظيم الاجتماعي التنظيم السياسي التنظيم الاقتصادي القائم في الدولة الحادثة يختلف عنه عن الإقطاعات التي عرفتها أوروبا خلال القرون الوسطى أوجه الاختلاف بين التنظيمين أو بين الوضع السياسي الاقتصادي والثقافي في أوروبا بعد قيام الدولة الحادثة والفترة التي سبقت قيام الدولة الحادثة يمكن إجمالها في ثلاث أو أربع نقاط رئيسة النقطة الأولى هو اعتماد التنظيم السياسي مكان التسيير الإقطاعي للدولة بمعنى أنه إحلال المؤسسات مكان الشخصيات فالمرحلة الإقطاعية التي كان يسيطر في الإقطاعات كانوا ملاك الأراضي وكانوا من الطبقة الأورستقراطية النبلة وقادة الجيش مقارنة بهذه الفترة الذي كان يحكم في الدولة الحادثة هي المؤسسات أولا إحلال المؤسسات السياسية الدستورية محل السيطرة الفردانية أو السيطرة الأرستقراطية على الأوضاع العامة في الدولة ثانيا تحييد دور الكنيسة ودور الدين في حياة الأفراد أو في ممارسات سياسية لو أجرينا مقارنة بسيطة الهدف الذي أتت من أجله اتفاقية وستفاليا والتي أنهت حروب ثلاثين سنة في أوروبا هو فصل الدين على الممارسات السياسية داخل الدولة هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة هو الإقرار بمحورية الفرد داخل المجتمعات الأوروبية سياسيا واقتصاديا سياسيا من خلال إعطائه حرية تامة لممارسة نشاطات سياسية داخل الدولة من الجانب الاقتصادي إقرار مبدأ الحرية التملك للأفراد أيضا داخل الدولة معلومة الحدود والتي تخذع لسلطة سياسية تستمد شرعيتها من الدستور هذه النقطة الثلاثة التي يمكن الإشارة إليها والتي كانت رافد أو كانت بمثابة بناء أسست عليه أرضية التي أسست عليها مفهوم المجتمع المدني عند هيكل في تقديري ومن خلال اطلاعي على مختلف الأدبيات التي تطرقت لخلفية ظهور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الليبرالي المعاصر أعتقد بأن الفيلسوف الألماني فريديريك هيجل هو من أول من أصل لمفهوم المجتمع المدني كممارسات حديثة داخل المجتمع تتيح للأفراد في إطار جامعات تحقيق مصالح مقابل السلطة السياسية رغم أن إدموند بيرغ على سبيب بيرغ على سبيل المثال تطرق للمفهوم المشابه له نفس الدلالات مع المفهوم الذي طرحه هيجل والذي استلح على تسميته بالجماعات الصغيرة وهي الجماعات التي تشكلت في أوروبا بعد الحرية السياسية والقانونية التي أتحتها بعض الدول الأوروبية تحديدا في فرنسا لبعض الفئات العاملة داخل الدولة من أجل مطالبة بحقوقها مقابل ملاك وسائل الإنتاج أو طبقة البرجوازية استنادا إلى هذا الطرح أقول بأن الاعتماد الرسمي لمفهوم المجتمع المدني في الفلسفة السياسية الليبرالية الحديثة في اعتقادي على الأقل بدأ مع أعمال هيجل تحديدا ونفس الطروحات التي أسسها هيجل في كتبه المختلفة أسست عليها المدارس الفكرية التي جاءت أسست عليها طروحاتها على سبيل المثال المدرسة الديمقراطية الحديثة التي تزعمها كما ذكر وأشار إلى ذلك الأستاذ أليكسيس دو توكفيل وأدم فيرغيسون مختلف المنطلقات التي أسس هؤلاء الفلسفة طروحاتهم حول مفهوم المجتمع المدني إنما استمدت وصولها من الأعمال التي طرحها هيجل حول محورية الفرد سياسيا وإقتصاديا داخل المجتمعات الأوروبية بالنسبة للطرح الذي قدمه على سبيل المثال أليكسيس دو توكفيل والذي أسسه على مشاهداته لدور الجامعات التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في فرض الرقابة على ممارسات الحكام في الولايات المتحدة الأمريكية يعتقد بأن المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته سواء كانوا أفراد مستقلين عمال أو أفراد لهم انتماءات نقابية أو انتباءات عمالية في إطار نقابات مختلف هذه المؤسسات من شأنها أن تفرض نوع من الرقابة وأن تفرض قيود محددة على ممارسات الأفراد الذين يتولون تصير شؤون الحكم داخل الدولة نفس الطرح تقريباً ذهب إليها أليكسيس دوتوكفيل وجه الاختلاف في الطرح الذي قدمه كل فرد في إطار نفس المدرسة هو طريقة تصور ممارسة هذه الرقابة أو ممارسة هذه الحقوق الطرح الثاني الذي حاول مقاربة صورة مفهوم المجتمع المدني هو الطرح الذي قدمته المدرسة الاشتراكية تحديداً أعمال كارل ماركس وأعمال زعيم الحزب الشيوعي الإيطالي أنتونيو غرامشي رغم اختلاف تصورات كل منهما فالصراع الطبقي باعتباره عنصر في تطور التاريخ يعتقد كارل ماركس أن المجتمع المدني هي إحدى مكونات الطبقة السفلة مقارنة بأنتونيو غرامشي الذي يصنف المجتمع المدني على أساس أنه خانة أو عنصر أو فاعل من الفوعل التي تتشكل منها الطبقة السفلة يقول كارل ماركس أن المجتمع المدني هي أداة في يد طبقة البروليتاريا أو الطبقة الكادحة أو العاملة من أجل فرض منطقها على الطبقة البورجوازية من أجل انتزاع بعض الحقوق فيما يتعلق بعلاقات العمل التي تربط الطرفين فيما بينهما مقارنة بهذا التصور يعتقد أنتونيو غرامشي أن المجتمع المدني هي أحدى مكونات الطبقة العليا بمعنى أنه إضافة أيضا إلى الأدوات الإدارية الإعلام الجيش الشرطة الأدوات الرسمية أو البيروقراطية التي تعتمد عليها النخب السياسية أو ما يستلح على تسميته أنتونيو غرامشي بي المجتمع السياسي يعتقد أن المجتمع المدني هي أداة للهيمنة الثقافية في المجتمع كما سبق وأن ذكرت بهذا يكون المجتمع السياسي أو السلطة الحاكمة بيدها أداة لفرض هيمنتها داخل الدول أولا عن طريق البيروقراطية التي تقع مباشرة تحت سلطتها ثانيا من خلال توظيفها للأحزاب السياسية من خلال توظيفها للنقابة من خلال توظيفها للذين يترأسون هذه المؤسسات فيما يسميه المفكرون أو المثقفين العضويين توظيفهم من أجل تمرير أجندتها وتمرير سياساتها في المجتمع مثال توضيحي فقط لتقريب الصورة حول هذا المفهوم في الجزائر على سبيل مثال البلد الذي أنتمي إليه كي لا أذهب بعيدا إحدى النقابات العمالية التي تأسست تقريبا منذ الاستقلال النقابة الوطنية للعمال التي يترأسها سيد السعيد تقريبا مختلف السياسات التي صدرت عن الدولة ابتداءا أو منذ أن تولى مقاليد هذه النقابة أو التسيير شؤون هذه النقابة يعني لم تعترض في جوهرها مع القرارات التي لم تعترض في سلوك جوهرها مع القرارات التي صدرت عن الدولة وفيما يتعلق بقوانين العمال على سبيل المثال وقص على ذلك مختلف المؤسسات الأخرى بهذا أقول بأن التصورات أو المفهوم الذي وضعته المدرسة الديمقراطية الحديقة الديمقراطية عفوا ومدرسة الاشتراكية إنما هي امتداد للطروحات التي قدمها هيكل حول مفهوم المجتمع المدني نقطة التحول في مفهوم المجتمع المدني ظهر مع المدرسة النقدية التي ترأسها يورغان هابيرمس الذي يتمي إلى المعرف بمدرسة فرانكفورت للدراسات الاجتماعية نقطة التحول في هذا الطرح هو الانتقال من المجال الخاص للدولة الواحدة إلى الاهتمام بما يعرف بدور المجتمع المدني في إطال الفضاء العام بالمفهوم الذي طرحه يورغان هابيرماس ومختلف التشكيلات مختلف الفضاءات التي لا تنتمي إلى الخاص ولا إلى العام بمعنى أن العام الذي يحدد في السياسة ولا إلى الخاص بمعنى أن الأسر كمؤسسات أو كنوات في المجتمع وعلى هذا الأساس يقول هابيرماس أن المجتمع المدني يبي مثابة أداة لتحرير المجتمع المجال العام الذي تم السيطرة عليه من طرف الحكام أو من طرف السلطات السياسية والتي تتمثل في الحكومات ومختلف المؤسسات التي تنتمي إليها الطرح الآخر الذي سار على هذا النحو والطرح الذي قدمه أندرو أراتو مقارنة بطرحات التي جاء بها هابيرماس والتي جاءت كانتقاد للممارسات القائمة في الدول الغربية وتحديدا المتعلقة بهيمنة السلطات الحاكمة على المجال العام من خلال توظيف الدعاية ومن خلال توظيف من خلال توظيف الترويج الإعلامي لسياساتها داخل المجتمع يعتقد أردت أيضا وفي نفس الطرح أن المجتمع المدني تعتبر بمثابة أداة لتحرير المجتمعات الاشتراكية من هيمنة الأنظمة الحاكمة داخل الدول استنادا لمختلف تصورات التي قدمت سواء تعلقت به الطروحات التي قدمها هيكل حول مفهوم المجتمع المدني والذي حدده على أنه مجتمع الحاجات داخل المجتمعات الأوروبية المركانتيلية أو وفق التحديد الذي حددته المدرسة الديمقراطية الحديثة على أساس أنه أدات لتقويض وفرض الرقابة على السلطة الحاكمة داخل الدولة كي لا تتجاوز الحدود القانونية المسموح لها أو وفق المفهوم الذي طرحه طرحاته المدرسة الاشتراكية بمختلف اتجاهاته سواء وفق الترح الذي قدمه أنتونيو جرامشي أو وفق الترح الذي قدمه كال ماركس باعتبارها مجال الصراع عفوا باعتبار المجتمع المدني أدات للصراع الطبقي لصالح طبقة البروليطارية فيما يتعلق بالأول أو باعتبارها أدات لهيمنة الثقافية فيما يتعلق بالطرح الذي قدمه أنتونيو جرامشي أو استنادا إلى الطرح الذي قدمته المدرسة النقدية في اتجاهاته المختلفة والذي اعتبر المجتمع المدني أدات لتحرير المجال العام من قبلة السلطة نقطة التحول الإبسيمولوجية المركزية التي حدثت في مفهوم المجتمع المدني في وقتنا الحالي والانتقال من المجتمع المدني وتحديدا أسس على الطروحات التي جاءت بها المدرسة النقدية الحديثة والتي استطاعت أن تتجاوز بمفهوم المجتمع المدني الحدود التقليدية الجغرافية الضيقة إلى تأسيس منظمات تأسيس مؤسسات تتعدى مجالات نشاتها مجالات تقليدية للدولة الواحدة قلت كما ذكرت المفهوم الذي ظهر هو مفهوم المجتمع المدني الكوسمو بوليتاني أو المجتمع المدني العالمي استنادا لبعض الطروحات التي قدمت في هذا الإطار وتحديدا الطروحات التي قدمها على سبيل المثال بولغان ستيرس يقول بأن التحول الإبسيمولوجي الذي حدث في مفهوم المجتمع المدني التقليدي إلى الحديث إنما لا يقف فقط على تمديد نشاط هذه المؤسسات المجتمع المدني من الدولة الواحدة إلى أكثر من دولة أو إلى الفضاء الدولي الرحب ولكن الذي حدث هو يشابه تقريبا الذي حدث مع بورز مفهوم المجتمع المدني في مرحلته الأولى مع الفلسفة العقد الاجتماعي ففلسفة العقد الاجتماعي تعتبر بمثابة قطاع إبسيمولوجية مع الفكر الإقتعي الذي ساد أوروبا خلال القرون الوسطى نفس الشيء أيضا ظهور مفهوم المجتمع المدني خلال هذه الفترة تحديدا في الحرب العالمية الثانية تعتبر بمثابة قطاع إبسيمولوجية مع الفكر الذي كان سائدا قبل هذه الفترة فنهاية الحرب العالمية الثانية بورز الفكر الليبرالي على المستوى الدولي كفكر مهيم من خلال ترسيد مؤسسات دولية أو من خلال عولمة حقوق الإنسان والقيام الليبرالية الغربية تعتبر بمثابة قطاع مشابهة للقطاع الأولى التي حدثت في إطار كل هذه التصورات التي طرحت لمفهوم المجتمع المدني سواء التي طرحت في إطار مدارس أو التي طرحها هيكل أو التي طرحها فلاسفة آخر نتساءل عن مفهوم عن موضع أو مكانة المجتمع المدني القائم حاليا في الوطن العربي من هذه المفاهيم هل يمكن اعتبار المجتمع المدني أو المؤسسات القائمة داخل الدول العربية حديثا إن استطعنا أن نسميها مجازا بمؤسسات المجتمع المدني هل تندرج في إطار الطرح الذي قدمته المدرسة الديمقراطية بمعنى أنها مؤسسات لمراقبة عمل السلطات أو مراقبة عمل من يحكم في الدولة أو فرض قيود دستورية تمنعه من تجاوز ما هو منصوص عليه في القانون أم هل يمكن اعتبار هذه المؤسسات وفق الطرح الذي قدمته المدرسة الماركسية اعتباره أنه صراع طبقي بين الطبقة البروليتارية العاملة والطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج في الطرح الذي قدمه كالل ماركس أو هل يمكن اعتباره أداة للهيمنة الثقافية في إطار يد السلطات أو في إطار يد الأنظمة السياسية القائمة في الدول العربية أو هل يمكن اعتباره وفق الطرح الذي قدمته المدرسة النقدية ومجال لتحرير عفوا وأداة لتحرير الفضاء العام من الهيمنة السياسية في تقديري على الأقل أعتقد بأن التصول الذي قدمه أنتونيو جرامشي المفهوم المجتمع المدني يمطبق تقريبا بشكل كبير جدا عن وضع المؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي كما سبق وأن ذكرت المثال الذي قدمته حول دور منظمة العمال في الجزائر هذه المؤسسة إضافة إلى مؤسسات أخرى تعتبر بمثابة أداة في يد الأنظمة لفرض هيمنتها على المجتمع إضافة إلى المؤسسات القانونية والدستورية التي تملكها من ناحية أخرى الطبقة المثقفة أو النخبة المثقفة التي تنتمي إلى هذه المؤسسات أو لا تنتمي إلى هذه المؤسسات تعتبر أيضا بمثابة أداة في يد الأنظمة الحاكمة تستعملها لتمرير السياسات تستعملها من أجل مكافحة الطرف الآخر أو الفكر الآخر الذي يعترض مع الفكر الذي تتبنى كحوصة العامة حول هذه المداخلة يمكن أن نقول بأن المجتمع المدني منذ أن ظهر مع التأصيلات التي قدمها هيكل في أعماله المختلفة إلى غاية الطروحات التي قدمها أنظروا أراتو عرف مسارات مختلفة من التطور المسار الأول ظهر مع المدرسة الديمقراطية الحديثة ثم استمر بعد ذلك بنفس المنطلقات وبنفس استوجهات إلى غاية الحرب العالمية الثانية أين عرف قطيع إبسيمولوجية من حيث المضمون وتم خلال هذه المرحلة بنقل لدور مؤسسات المجتمع المدني من الحدود الجغرافية للدولة الوحيدة إلى الفضاء الإقليمي الرحب مع ظهور ما يستلح على تسميته بالمجتمع المدني الكوزمو بولوتاني أو العالمي المداخلة الثانية تكون للأستاذ جمال الدين أي تطهر من المغرب وما يشد انتباهي أن الأستاذ أي تطهر هو من نجمو قول من العاصر فعسان أكتور وما يشد انتباهي من المستوى النظاري ولكن أيضا من تجرباتي الشخصية وما تكون مداخلة هو حول la société civile l'enracinement conceptuel et la dynamique mondialisée فعلا كم الكلام الأستاذ جمال الدين أي تطهر شكرا سيدة رئيسة الجلسة أشكر كذلك سادة في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات على هذه الفرصات ثامينة كما أود أن أبلغكم تحياتي كمغربي من مملكة المغربية لأشقاء في تونس على كرم الضيافة وعلى الاستقبال جيد جدا سيدة سيدة كمغربية وعشفة لأشغربي لأشغربي نشائر المتحدة لأشغربي 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 ودراسة أولاً أعلم أن أعرف على المنطقة العديدة لذلك المنطقة ستبقى على الآخر العالمي هذه المنطقة العالمي ولذلك لذلك لكن أبداً ومن أعطنا نقوم بسطورة في السنة على المتحدث عن ماذا يجب أن تقوم بسطورة على المتحدث عن المتحدث عن طريق الواقع ومن المتحدث عن طريق الأولى تتخلقاً على ما يدلسى مرسل ديواني السيقالي هذا مرسل ديواني سيارة ديواني سيارة ديواني على المولاني التالي المولاني سيارة ساومتا بلبظه وساومتا أطلاق though أولا هي لل唱utar الإعلام كل كل من أن نتحدث في أما الشخص يتحدث عن المدارات ون تحدث عن المدارات في أعديل هي انتحدث عن... من نتحدث عن الأمور العياق، للمشاهدة أمور الاشتراك، المدارات الأمور العديد، ومن أمور العالمية، وما أفعل ذلك، وليس يجب أن يكون مجرد في المدولة خلالي ويساعدة لبعض الوضع المطالية ويجب أن يتطلب الوضع صبعي نحوال تقنقص بيزي كن يتطلب شخص يفعلوا أن يستخدمونه من المعباراتات، حتى يفعلون من المعباراتات، من المعباراتات، فهو أنه خلصايا التخبير، ومعباراتات المعبارات، هذا الرحمن historique se manifeste comme je l'ai dit c'est Marcel de Padoue qui a distingué trois ordres de la société l'ordre du sacerdote c'est à dire le clergé et la religion et l'ordre de la production et de l'échange les métiers, les compétences et les talents donc à mon sens c'était les prémices de la société civile c'est à dire l'ordre de la production de l'échange et des métiers et enfin l'ordre de l'exécutif et de la coercition c'est les propos de Marcel de Padoue il parle du prince ou partie gouvernante par la suite comme l'a bien fait le professeur Chau il a amplement parlé sur cela donc il y avait les auteurs phares tels Jean Locke Adam Ferguson Adam Smith Hegel de Montesquieu de Tocqueville Karl Marx et Antonio Gramsci moi c'est la couleur en rouge je vais faire des passages de ces auteurs pour voir pour voir de près comment ils conçoivent comment ils conçoivent cette société civile de par leur référence idéologique leur référence comment ils pensent cette société civile qu'il soit libéral libéral classique ou qu'il soit socialiste ou qu'il soit autre ou autre bon par la suite autre c'est les alter les alter mondialistes bon pour Hegel il voit la société en la société civile un espace au delà de la sphère familiale donc c'est plus que la famille mais en deçà de l'espace étatique donc c'est c'est principal pour Hegel donc c'est une question d'intermédiation entre la famille et l'état Montesquieu et de Tocqueville la conçoivent comme un contre-pouvoir pour les citations voilà l'intervention intégrale elle contient les citations en lettres c'est à dire littéralement de Tocqueville pardon Montesquieu et de Tocqueville la conçoivent cette société civile comme un contre-pouvoir exercé par les individus en dehors de l'état donc il parle de contre-pouvoir pour contrebalancer le pouvoir de l'état et le pouvoir politique de Tocqueville spécialement comme a dit les auteurs par avant que je salue par occasion donc de Tocqueville était un admirateur de la démocratie américaine de la société américaine il parle d'association garante des libertés individuelles et on fait l'éloge donc il a passé des décennies des dizaines d'années en Amérique et au Canada donc il a il dit textuellement en faisant l'éloge partout à la tête d'une entreprise nouvelle vous voyez en France le gouvernement c'est à dire lorsque en France le gouvernement c'est lui qui a l'initiative en Angleterre c'est un grand seigneur qui a l'initiative en Amérique comptez-vous que vous vous apercevez aux Etats-Unis une association c'est dire l'importance du travail du tissu associatif aux Etats-Unis c'est très très important l'initiative du tissu associatif aux Etats-Unis c'est 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 crucial et c'est c'est capital en guise de détour sociologique je m'excuse parce que c'est pas mon spécialité c'est pas ma spécialité mais Durkheim en éminent sociologue insiste sur les corporations professionnelles comme intermédiaires utiles entre l'individu et l'Etat selon lui l'Etat est une entité sociale trop abstraite et trop éloignée de l'individu c'est pour cela que l'individu cet individu s'attachera plus aisément à un idéal plus voisin de lui et plus pratique tel est l'idéal que lui présente le groupe professionnel donc ici Durkheim il axe cette vision sur une espèce d'intermédiation que le groupe professionnel les corporations professionnelles représentent entre l'individu et l'Etat la théorisation socialiste donc pour les socialistes j'ai pris Gramsci parce que c'est très c'est très important et très très illustrant il est un philosophe marxiste déplace cette société civile de l'infrastructure économique vers la superstructure à côté de l'Etat au sein de la sphère de l'idéologie il a il a défini comme textuellement un ensemble d'organisations vulgairement dit privées elles correspondent à la fonction d'hégémonie que le groupe dominant exerce sur toute la société donc ici c'est l'esprit socialiste donc il voit en la société civile une sorte d'hégémonie sur une sorte c'est un instrument donc c'est l'Etat socialiste instrumentalise la société civile pour 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 ses fins dans lesquelles parmi lesquelles l'hégémonie sur sur la la couche dominée venons-en à la vision intermondialiste intermondialisme il cherche une autre vision pour la mondialisation une mondialisation plus humaine plus il n'y a pas de il n'y a pas de ce libéralisme sauvage voilà sauvage donc le courant intermondialiste appréhende les ONG la société civile à la fois comme des alternatives populaires et comme des instruments du néolibéralisme voyons-le un un auteur phare de cette école c'est François Autard il dit à ce propos que la société civile se situe bien au carrefour du marché et de l'état elle est distincte mais en relation dialectique elle se compose de l'ensemble des actions collectives fruit des ONG et des syndicats et des syndicats stratifiés en groupe et structures de classe donc la vision intermondialiste a une autre conception et donc il n'est pas contre le libéralisme mais il envoie une arme contre 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 cette mondialisation qui affaiblit cette mondialisation qui appauvrit aussi dans cette approche historique j'ai voulu enfin j'ai parlé de la conception théorique post-guerre froide donc ici il y a des auteurs et des théoriciens qui ont parlé de cette société civile dans lesquelles Guy Berger en 90 il a dit c'est la vie économique sociale et culturelle des individus des familles des entreprises et des associations dans la mesure où il se déroule en dehors de l'état et sans visée politique donc ici il insiste sur qu'il n'y a pas le tissu associatif n'a pas de visée politique il est apolitique il a il a d'autres il a d'autres fins il a d'autres objectifs purement social purement caritatif tout ça un autre auteur ou bien les deux auteurs Jean-Louis Cohen et André Arato en 94 disent que ici j'ai les propos en anglais mais en français c'est ma traduction donc la sphère privée une sphère d'interaction sociale entre l'économie et l'état composée surtout de la sphère privée en particulier la famille en particulier la famille la sphère associative en particulier les associations volontaires les mouvements sociaux et les formes de communication publique la société civile moderne est créée à travers des formes d'autoconstitution et automobilisation elle est encadrée par la loi les droits subjectifs et assure la différenciation sociale alors que l'autocréation indépendance et les dimensions institutionnelles peuvent exister de façon distincte au long terme les deux formes sont nécessaires de la reproduction de la société civile ce n'est pas la traduction que je cherche mais ce n'est pas grave je peux traduire donc la société civile c'est une sphère d'interaction sociale entre l'économie et l'état elle est composée surtout par la sphère intime et la sphère des associations spécialement les associations volontaires et les mouvements sociaux et les formes et les formes de la communication publique la suite bon un autre auteur bien sûr c'est le philosophe Jörgen Habermas il a dit que la société civile c'est l'ensemble des associations organisations et mouvements qui à la fois condensent et représentent en les exprimant dans l'espace public politique la résonance que les problèmes sociaux trouvent dans la vie privée donc ici Habermas il parle d'organisations qui résonnent qui résonnent ce que ce que veulent on vient les attentes les attentes de la société civile de par leur vie privée aussi Caroline Hendricks parle de la société civile référant aux associations formes et informelles et les réseaux de sociétés qui existent hors en dehors de l'état venant aux NG et l'enjeu de légitimité très important comme vous connaissez les NG n'ont pas de compte à rendre devant aucun collège d'électeurs donc l'obligation de rendre compte devant ces contributeurs financiers nonobstant cette obligation n'est pas significative ils ont l'obligation de rendre des comptes devant les contributeurs financiers ou du statut accordé par divers instruments internationaux dans l'organisation des Nations Unies mais cette obligation n'offre que des garanties limitées alors qu'en revanche un faisceau de légitimité se présente dans dans les outputs de cette société dans la réponse aux besoins réels des hommes et des femmes palliant ainsi aux déficiences des états-nations et des institutions internationales dans le secteur de développement et des droits humains comme je le dis avant l'ONG internationale c'est la réponse à la mondialisation c'est une manifestation de la mondialisation la mondialisation actuelle on a vu le pullulement le pullulement d'ONG internationale mais qu'en cadre juridique une organisation non-gouvernementale à l'échelon international est un groupement une association un mouvement une institution créée non pas par un accord entre états c'est très important donc il n'est pas institué par un accord inter-étatique inter-étatique c'est une initiative privée c'est une initiative privée au mixte qui rassemble des personnes physiques au moral privées au mixte mixte au public de nationalités diverses pour mener une action internationale qui n'a pas de caractère lucratif l'ONU elle-même définit les ONG internationales comme la résolution du conseil économique et social de l'ONU en 1950 elle définit l'ONG comme toute organisation internationale qui n'est pas fondée par un traité international je l'ai dit avant c'est aussi dans une autre résolution de 1996 25 juillet donc elle l'a définie comme une organisation qui n'a pas été constituée par une entité publique ou par voie d'un accord inter- gouvernemental même même s'il accepte des membres désignés par les autorités publiques à condition que ceux-ci ne nouisent pas à sa liberté d'expression ces moyens financiers doivent prevenir essentiellement des cotisations de ses affiliés toute contribution financière reçue directement ou indirectement d'un gouvernement doit être déclarée à l'ONU à l'ONU on a ce qu'on appelle le statut consultatif c'est lui qui permet c'est par ce statut consultatif que l'ONU accepte les ONG pour donner leur avis pour travailler en concert ce statut consultatif il y a trois catégories de statut consultatif il y a la catégorie 1 accordée aux ONG qui à la fois s'intéressent à la plupart des activités de l'ECOSOC le Conseil économique et social de l'ONU et dont les nombreux adhérents sont représentatifs donc ici la représentativité des diverses régions du monde est très importante le statut numéro 2 catégorie il concerne les ONG qui sont actifs dans un certain nombre de domaines seulement alors que le statut numéro 3 c'est le statut d'inscription sur la liste ou roster qui signifie que l'ONG peut apporter une contribution utile à l'ECOSOC dans un domaine déterminé d'ailleurs les chiffres sont le nombre en 2010 en 2016 ce chiffre a augmenté significativement donc de de 3304 les chiffres cumulés des trois catégories donc il a augmenté de 3304 à 4500 c'est à dire une augmentation de 36% donc beaucoup d'ONG travaillent avec l'ONU c'est bien meilleur tant mieux un avant dernier d'accord un avant dernier d'accord d'accord un avant dernier point c'est du point de vue qualité juridique une ONG c'est une organisation de droit interne pas de personnalité juridique internationale à l'exception de la CSR que l'ONU a exceptionnellement donné le statut d'observateur en 1990 je suis à peine je suis à peine aussi en relation internationale on remarque qu'il y a une dynamique des ONG au niveau des relations internationales donc grâce à l'action d'ONG qui se manifeste indépendamment de l'action du gouvernement le réseau de rapports directs entre les sociétés humaines existe aujourd'hui côte à côte avec les rapports entre les états et l'avant dernier c'est là le dernier la puissance entre parenthèses de la société civile donc il y a cette puissance se manifeste dans son pouvoir relationnel son partenariat avec les médias globaux sa capacité à produire des données des analyses fiables ses outputs comme on l'a vu dans l'adoption de conventions internationale Greenpeace a été l'instigateur de la convention de Bâle en 92 contre les déchets dangereux en décap international pour la convention internationale anti-mines anti-mines personnelles et cette action elle est axée sur ce qu'on appelle en anglais le naming and jamming c'est à dire on dénonce ce que font les états et les entreprises ce naming and jamming s'articulent sur la notion d'éthique et d'image de marque on a beaucoup d'affaires l'affaire Nike en 2005 et droit de travail pour les enfants et l'affaire de lutte entre torture de Guantanamo l'affaire de Cobalt qui est très récente en 2016 aux républiques démocratiques de Congo et aussi comme a dit mes précédents mes prédécesseurs donc c'est le plaidoyer donc les ONG sont des instigateurs d'un monde pacifié de démocratie non-guerrière espérons-le on a vu le prix Nobel 2017 attribué à la coalition anti-armes nucléaires en octobre 2017 ce qui rappelle le prix Nobel de 1997 décerné à une autre ONG handicap international et merci 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 donc notre troisième intervenant qui est plus impliqué dans dans l'action des sociétés civiles puisque c'est حسين s'élan m'orgin bach liby au staff il m'a l'agta ma assia si ouais mais astaklis ou men messiret il en hualien y a ta ass aljambia allibia l'il jouda wat tamayuz fait talim wama a wajana il d'alik kamata rass al atila atila fin n'a shit in l'al kada l'am al insani wa atten ou d'an moui donc c'est ce qu'on appelle véritablement un acteur social un acteur de la société civil au moui ou au le de le le l'am all le le ma qui au al l'am a nu au la l'am 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 la la المجتمع المدني في الحراك المجتمعي العربي توضي الأستاذ أحسين سالم رجين أنه يمذ يد الدعم والمساندة لشباب البحاة في أن رسم ما هيئة البحاة المتاحة مستقبلاً حقا عندي نقطتين قبل ما نبدأ في العرض المتاعي وهي أن المادة العلمية متعلقة بالمجتمع المدني في الحال الليبية كانت جلها معتمدة على ربما زي ما تفضلت الدكتورة هو انتسابي إلى بعض مجتمع المدني حقيقة أكسبني ربما بعض المعارف خاصة فيما تعلق بما هيئة المجتمع المدني بالتالي أعتقد أن تلك المعارف لا يمكن استيعابها ولا فهمها إلا من خلال تأصيل الفكري لها هذه نقطة نقطة تانية وهي هناك جملة من اللقاءات قام بها الباحث مع الجهة الرسمية التي في ليبيا المناطبها متابعة وتأسيس وبنامسات مجتمع المدني إضافة إلى الورقة التي تم عرضها اليوم تم عرضها لبعض المهتمين بقضايا المجتمع المدني في ليبيا من ضمنهم رؤساء مرضمات مجتمع مدني في ليبيا أرأى الباحث أن ربما من المهم أن يتم اطلاحها خصوصاً أن المادة كانت نقطة شوي إضافة أن نعاني ربما من مسرة التوتيق متعلق ببعض مرحلة الرهنة بداية في تمهيد وهو أن المسات المجتمع المدني في ليبيا بعد 2011 حقيقة كان لها دور جد كبير جداً وهو أن سقوط النظام السياسي في 2011 كان يعني بالضرورة سقوط موسات الدولة يعني النظام السياسي يعني الدولة بالتالي مجرد سقوط النظام كان يعني بالضرورة سقوط موسات الدولة وكانت هناك حقيقة حاجة مسة إلى وجود مؤسسات تقوم بالوظائف المفرض أن يقوم بها أو تقوم بها موسات الدولة خاصة فيما يتعلق بالدعم والمساندة لعمليات التغيير التي صارت بعد 2011 إلا أن غلب على تلك المؤسسات وهي ربما للظروف التي مرت بها ليبيا في 2011 غالب عليها الطابع الإغاثي الخيري وكان جل نشاطها في المناطق التي تعرضت إلى الضرر وتحتاج إلى مساعدات مادية وفي مراحل لاحقة برزت بعض مؤسسات أخرى ذات طابع توعوي وحقوقي وتنموي يعني قبل منجيل تونس هنا يكون بحوال 4-5 أيام تم تأسيس مؤسسة اسمها مؤسسة أمر مختار للدفاع عن التوابط الوطنية خصوصا في ضر المرحلة المقبلة التي مقبل عليها ليبيا في أهداف الورقة ربما تتعلق بتحديد مفهوم مؤسسات مجتمع المدني في الحالة الليبية وربما لما نقول مفهوم مؤسسات مجتمع المدني في الحالة الليبية محتاجني إلى نوع من السجل الكامل ربما مش الكامل لما يتعلق بمؤسسات مجتمع المدني ربما قبل 2011 تحديد أسباب والعوامل نشأة مؤسسات مجتمع المدني في دراسة الحالة الليبية حصوصا في بعد 2011 نقول نوع من التنبؤ بمجريات الظاهر المسترات المجتمع المدني أخيراً اللي هي الدور الدور المنطب بمسترات المجتمع المدني الحالي والمستقبلي تم طرح حقيقة مجموعة من التساؤلات برضك اللي مرتبطة بالأهداف اللي هي تعلق بمهيئة المسترات المجتمع المدني هل هناك ارتباط بين بين نفس المسترات المجتمع المدني والطوارات الحاصلة في المجتمع كيف تم تأسيس المجتمع المدني بعد 2011 الصعوبات لواجهة مؤسسات المجتمع المدني الدور المنطب بها الحالي والمستقبلي في الحقيقة في المجتمع الليبي تحديداً لما بنقول المؤسسات المجتمع المدني تركيبة الأبنية المجتمعية والقبلية حقيقة تفرض وضعت بعض القيم الاجتماعية خصوصاً فيما يتعلق بقيم العقيلة الدينية التي كانت ولا تزال تدفع نحو الثضامن والتعاون والتعاطف والمحبة والرحمة والاهتمام بالآخرين كما ساهم كل ذلك في تأثير على طبيعة فهم مسترات المجتمع المدني أو الأفراد المناطبية مسترات المجتمع المدني لمفهوم هذا الدور على الأرض الواقع بعد 2011 لأنه لم يكن هناك مفهوم واضح ربما لا يزال إلى عند بعض مسترات المجتمع المدني بشكل عام الليبيين بشكل عام ترابطوا في العهود السابقة خصوصاً أننا نتكلم على مجتمع قبري في رعاية الجار والقريب وزيارة المريض العطف واليتيم وساعدة وقيع الرحمة المظلوم كما يوجد في ترات الليبي ما يحت ويدفع الليبيين نحو تأصيل الممارسات وأفعال مساف مجتمع المدني خلال العهد العثماني الذي نتكلم فيه العهد العثماني الثاني برزت حقيقة بعض اللي هي موسيطة ربما نسميها موسيطة مجتمع المدني 1870 صدر قانون النقابات والمهاء المناطبي هو التنظيم ورعاية وحماية بعض الصناعات المحلية ودفاع محقوق العمال ومساعدتهم وتشجيعهم على الكسب المشروع حقيقة عند درستي لمسألة التاريخ واستعنا ببعض الأسيطة في التاريخ وجدنا وثيقة 1910 لمتصرف مدينة الخمس موجهة إلى والي طرابس لشدني فيها أن يتكلم عليه المعاملة السيئة التي يعامل بها عمال من قبل بعض الشركات الحلفة آنداك في 1910 وحقيقة قال فيها أن مواطنين هؤلاء المتألمون بسبب الفقر والحاج والدينا لا فرق بينه وبين الحيوانات إلا بالنطق يحرمون حتى من تحدث إلى بعضهم وهذا الأمر ليتناسب مع كلمة الثمدن التي تجد وتسعى الأمم الراقية لتأسيسها وتعميقها وترسيقها حقيقة الكلمة هذه رأيت أنها كلمة مسبوقة آنداك وتنم عن وجود ربما إرادة سياسية ووعية باهمية ترسيق مبادئ المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والحط والدفع من أجل المساعدة المحتاجين إلى آخر الأشياء اللي ربما مناطب المساعدة المجتمع المدني ونجي من أحيان التاريخية حقيقة نجد الكثير من المحطات التاريخية اللي كان لمساعدة المجتمع المدني بعد أثناء الاحتلال وبعد الاحتلال وعلى أن الليبيين كل يتذكروا جمعية عمر المختار اللي تم تأسيسها في 43 واللي لعب الدور جد مهم في واحدة ما بين الليبيين بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية إضافة لاحظ أن تم تأسيس عديد من الأحزاب والمنظمات كلها مناطبها مسألة تشكيل حكومة وطنية تتسلم أمور البلاد إضافة أن تم تأسيس بعض المنظمات اللي هي تقدم الدعم والمساندة للأفراد والأسر المحتاجة في العهد الملكي تم تأسيس بعض المصيات المجتمع المدني واللي غلب عليها كلها الجانب الخيري ولكن في 1953 اصدر قانون اللي هو اللي علاقة بالجمعيات الأهلية وهالقانون هذا حاول أنه ينظم عمل الجمعيات اللي ربما اللي هي مرت بها عمال مؤسسات المجتمع المدني وتم تأسيس يمكن الجمعيات في 62 و 68 في خلال العهد النظام السابق القدافي 69 إلى 70 لا يمكن أن يكون حوالي 78 مؤسسة بس أو جمعية لأن المفهوم السايد أنا ذاك ليس مؤسسة مجتمع مدني إنما إيش؟ جمعيات أهلية فنشوف أني الجدول اللي قدامنا حاليا يمكن حوالي 78 مؤسسة بس في خيرية علمية فنون طبية إلى آخر نقاط هذه وكلها مناطبها متعلق بربما بعض أهداف مؤسسات المجتمع المدني بس زي ما تفضل السادة في مسارة التنظير حاول النظام السابق أنه هو توظيف الجمعيات الأهلية لخدمة أغراضها وأهدافها بالتالي السيمات اللي كانت موجودة أنا ذاك في التسعة وستين إلى عند السبعين هو عدم أولاً تداول مفهوم المؤسسات المجتمع المدني واكتفاء بمفهوم الجمعيات الأهلية قيام النظام السياسي بضم بعض الجمعيات والمنظمات التي تحققت نجاحها المتميزة لتصبح جزء من مؤسساته الرسمية لأن النظام كان لا يسمح ويرفض نجاح أي مؤسسة إلا مؤسسات داخل إداراتها المؤسسية الرسمية مثلاً تم ضم جمعية النور المكفوفين حققت حقيقة الجمعية هذه من ضمن الجمعيات الناجحة والبرزة اللذاتية لعند اليوم ضمها وصبحها ضمن مؤسسات الدولة بشكل عام أن نموذج مؤسسات المجتمع المدني لم يتحقق خلال فترة 1969-11 ولكن هذا لا يلغي وجود بعض البرامج حقيقة تلك المؤسسات منها تقديم الخدمات ومساعدات وقادمت أيضاً بدفاع عن بعض الفئات ولديها كذلك مشاركات في المحافل الدولية إلا أنه لم يسمح لها بالعمل إلا بالقدر التي تسهم فيه بدعم ومساندة النظام السياسي هناك سؤال وهو هل هناك ارتباط بين المؤسسات المجتمع المدينة والتطورات الحاصلة في المجتمعات العربية خاصة من الحراك بعد 2011 أعتقد أن المنطقة العربية شهدت موجة من الحراك الغير معهود استطاعت إسقاط وتفكيك بنية نظم حاكمة وحقيقة خلقت واقع جديد وتجاوزت ذلك الحراك كل ما هو قائم من تشكيلات اجتماعية وسياسية وأنخبوية الحراك هذا حقيقة بالنسبة للحالة الليبية أوجد فاعل جديد وهو مؤسسات المجتمع المدني في الحالة الليبية فإن نشوه المؤسسات المجتمع المدني جاء كردة فعل لأزمة الأوضاع الإنسانية في المجتمع الليبي في ظل انهيار النظام السياسي السابق لأن النظام السياسي السابق كان مش فاصل بينه وبين مؤسسات الدولة فالنظام يعني الدولة بالتالي إضافة أن عجز الحكومة الانتقالية اللي جاءت بعد النظام السابق من أنه يتحل محل بعض هياكل المنهارة من جهة أخرى هذا حقيقة دفع وشجع تأسيس وبناء العديد من مؤسسات المجتمع المدني نجي إلى تأسيس مؤسسات المجتمع المدني رأينا هو حسب واضع هنا مرت بأربع مراحل مرحلة الأولى 2011 سميناها مرحلة الانتراق المرحلة الثانية مرحلة الانتشار المرحلة الثالثة التقدم البطي واستمرت حتى الحرب 2014 المرحلة الرابعة والأخيرة هي الفتور وتقلص الأدوار بدت بعد نهاية الحرب ولا زالت مستمرة إلى اللحظة حقيقة في كل مرحلة من المراحل كانت هناك مجموعة من السمات التي ربما تسمت بها كل مرحلة نجي إلى المحصلة بشكل عام خلال الفترة الأولى كان العام الأهم في بروز دور مستمع المجتمع المدني هو عدم قيام الحكومة أو المكتب التنفيذي أنذاك من تقديم الدعم والمساندة للمناطق والمدن المتضررة هذا حقيقة دفع إلى وجود حاجة إلى وجود جهة تقوم بعملية الإشراف والمتابعة خصوصاً فيما يتعلق بدور المناطق التي كانت متعرضة إلى الضرر ومحتاجة إلى دعم مادي ومعنوي أهم ربما السمات التي تميزت بها المرحلة أولى كانت هناك هشاشة حقيقة في بعض مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من تنوعها قيام بعض مؤسسات المجتمع المدني بطرح بعض المبادرات السياسية أهمها نذكر فيها أنا ذاك مبايعا من نجل ليبيا الوطن والعديد من السمات ربما التي كانت موجودة أنا ذاك جئي إلى المرحلة الثانية بدأت هذه المرحلة مع بداية 2012 وبدأ حقيقة مع 2012 بدأ مصطلح مؤسسات المجتمع المدني أكثر تداول ما بين مسؤولين في الدولة وما بين أفراد المجتمع وتمثل ربما في الحكومة وفي المؤسسات الوطنية لكن لازالت هناك هشاشة في بعض مؤسسات المجتمع المدني برغم من تنوحها وعادة انتاحها المرحلة الثالثة سمناها تقدم البطيء برز خلال هذه المرحلة حقيقة مسألة التمويل الأجنبي في مسؤولة المجتمع المدني بتقديم معلومات وبيانات المحذة عن بعض لوضاع المجتمع متى تقديم عن أهم الفاعلين في المجتمع والتركيبة الديمغرافية للسكان وعداد البيانات حقيقة صار فيه تدخل واضح مسؤولة المجتمع المدني خصوصا الأجنبية في بعض القضايا ربما تمثل سيادة الوطنية نجي إلى بشكل عام ناخد منقص المرحلة وجود تقدم بطيء في أداء مسؤولة المجتمع المدني لكن حقيقة طلع فاعل جديد خصوصا بعد 2014 هو انتشار وزيادة دور المنشيات المسلحة في كل منطق ليبيا نجي إلى المرحلة الرابعة تقلص الأدوار حقيقة نسعى إلى الوقت انتهي إلى أهم التحديات حقيقة هناك حديات عديدة أهمها الحاجة إلى وجود تشريعات ملأي من العام مسؤولة المجتمع المدني عدو موجود خطط واضحة لأهداف ورؤية مسؤولة المجتمع المدني هناك ضعف التنديم الداخلي والهيكلي مسؤولة المجتمع المدني ربما الوقت حقيقة ما حرفنا نحن نحن تم عرض الورقة أو العرض بشكل عام لكن هناك حاجة بشكل عام إلى دراك القائمين على مسؤولة المجتمع المدني سواء كانوا أفراد أو حكومة إلى وجود مخاطر تحشيق بدورهم المستقبلي حيث أصبحت هذه المؤسسات حالياً أكثر انقساماً كما أن مستوى التضامن فيما بينها أصبح أكثر ضعفاً كما تفتقد جل المؤسسات إلى وجود خطط لمواجهة التحديات بالتالي فأن بدور الحل تكمن في تبني رؤية جديدة لدورها في المجتمع إضافة إلى دراك ماذا ما يمكن لقوتهم أن تفعله إذا حارت الحرب المقتننة بالاقتسام نشكركم على الحسن للإستماع والسلام عليكم السلام عليكم شكراً لكم شكراً لكم وننتقل إلى أحيل الكلمة إلى آخر متدخل وهو الأستاذ محمد مزيان من المغرب بجامعة ابن تفيل القنيطرة بالمغرب في اختصاصه التاريخ المعاصر إذن مباشرة تفضل أستاذ مزيان شكراً سيدة رئيسة شكراً للحضور الكريم وشكر موصول كذلك للجنة المنظمة على إتاحة الفرصة لتعمق النقاش والحديث في مسألة أساسية وهي الانتقال الديمقراطي وأيضاً بناء الديمقراطية وبناء مجتمع مدني كفاعل من الفاعلين الأساس في هذا البناء الديمقراطي فأجدد الشكر كذلك مرة أخرى للجميع عنوان المداخلات طبعاً هي كما تفضلت الأستاذة بإلقائها وهي من القبيلة إلى مجتمع المدني مقاربة في مصار التحول وطبعاً قسمت هذه المداخلة إلى مقدمة أو تمهيد حاولت فيه رصد الإشكالية كما هو متعرف عليه أكاديمياً الإشكالية والفرضيات وأيضاً المفاهيم أو الجهاز المفاهيم الذي خصصوا له محوراً في محوراً أولاً ثم المحور الثاني وسمته بمصار واحد مئة تحول وهذا المحور أعتبره أو أنظر أو أرى أنه هو جوهر أو لب المداخلة فطبعاً لا تستقيم أي مداخلة أو أي ورقة علمية دون الحديث عن الجهاز المفاهيمي وهذا الجهاز إذا قمنا بتفكيكه العنوان من القبيلة إلى المجتمع المدني طبعاً هنا عنصرين أساسيين في هذا العنوان وكذلك في هذا الجهاز المفاهيمي هما القبيلة والمجتمع المدني فالمفهوم الأول يجد وصوله وجذوره في التقافة العربية الإسلامية والمفهوم الثاني هو مفهوم غربي تم استنساقه ونقله إلى التقافة العربية إذن فطبعاً كانت الورقة أو كانت الإشكالية الأساس في هذه الورقة هي هل بالفعل أو هل هناك تحول من أدوار القبيلة إلى المجتمع المدني بأدواره وتطلعاته أم لا زال هذا المجتمع المدني يراوح الخطى ويبحث عن مكان له في المشهد السياسي وكذلك في المشهد عموماً المجتمعي طبعاً هناك إشكالات كثيرة متفرعة عن هذه الإشكالية أعود إلى مسألة المفاهيم وسأبدأ بالمفهوم الأول الذي هو مفهوم القبيلة وطبعاً لا يمكن الحديث عن مفهوم القبيلة دون استحضار الأساس النظرية لابن خلدون وكيف أصل لهذا المفهوم وكيف نظر لهذا المفهوم واعتبر ابن خلدون أن القبيلة لا تتحدد بكونها جماعة متحدرة أو متفرعة عن جد أول ولا تتحدد فقط بما يجمع بين أعضائها من روابط الدم فالنسب في معنىه الضيق لا يعد أن يكون معطى وهمياً لا يصمد أمام وقائع الاختلاط وعلاقات الجوار والتعايش المكاني أما النسب في معنىه الرمزي والواسع فهو الانتساب والبعيد أو ما يمثل من أشكال التحالف والولاء والانتماء فإنه يشكل الإطار الحقيقي للقبيلة ويرى الأستاذ الباحث مختار الهرس أن هذا الإطار يظل غير مكتمل طالما لم تعززه عناصر الألفة والتعامل الطويل وطالما لم يكتسب الفرض داخل القبيلة عادات وأعراف هذه القبيلة ولم يتبلور لديه الوعي بوجود مصلحة عامة ومشتركة شده إلى بقية أعضاء جماعته إذا انتقلنا الآن إلى ربحة للوقت إذا انتقلنا إلى مرحلة الاستعمار وكيف كان هذا المفهوم وهذا المعطى كان حاضرا بشكل كبير في الأدبيات الاستعمارية نأخذ مثال ميشو بيلير الذي قال على أن القبيلة تتحدد بالمشترك بين الأفراد ومعتادوا تملكه كما أن التعايش يكتسي صبغة التضامن أو تضامن ميكانيكي رغم وجود تباين اقتصادي واجتماعي ويتحدث كذلك عن ديمومة الصراع بين القبائل وكذا بين العشاء المكونة له أيضا يكتسي مفهوم القبيلة عند هذا الكاسب مظهرا سياسيا وقوة اجتماعية تغذي طموحات القبيلة السياسية التي ترى في كل سلطة مركزية محتملة يجسدها المخزن وهو الجهاز الحاكم يجسد أو يمثل منافسة له وبذلك تصبح القبيلة هي الإطار الطبيعي للسلطة في تجلياتها الاستراتيجية وتعبيراتها السياسية على حد سواء طبعا كتابات كثيرة التي تطرقت لمفهوم القبيلة أذكر مثال كذلك جاك بيرك الذي اشتغل على القبيلة في منطقة شمال إفريقيا واعتبرها كتوفيق بين التجمعات القديمة وبين التاريخ المعاصر وبين منطق المعين وبين معطيات الوسط لقد طرح بيرك القبيلة باعتبارها بناءا جماعيا كليا لا يمكن أن يفهم عناصره دون ما ربطه ببقية العناصر الأخرى لقد استطاع توظيف علم الاجتماع الدوركايمي في دراساته حول المجتمعات المغاربية وهذا ما جعله يوسع دائرة اهتماماته ليشتغل بالأعراف والرموز الجماعية والقيم والمعتقدات الدينية ثم الاقتصاد والإيكولوجيا طبعا سأمر سريعا على مجموعة من الكتاب أو من المفكرين الذين ندروا للقبيلة في مرحة الاستعمار وسأخلصه أو سأشير إلى مجموعة من الخلاصات في هذا المحور وهو أن القبيلة أو تعريف القبيلة هناك اختلاف المرجعيات والتخصصات في تعريف هذا المعطى ثم أن هذا التعريف لا ينسحب على جميع القبائل العربية وبالتالي يصعب أن نضعها جميعا في إطار واحد أن مفهوم القبيلة هو مفهوم تاريخي لكنه يتميز بحركية واضحة ولم تتمكن المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية من إزالاته نلاحظ عموما أن هناك شبه إجماع على أن القبيلة هي تلك التجمعات السكانية المنتشرة في بقعة جغرافية وهي كذلك كيان دو هوية ثقافية يتداول لغة محددة ونظاما من الرموز والمعاني كما أنها كيان يكتسب شرعيته من امتلاكه لنوع من النظام السياسي ولو في شكله البدائي ويرى الباحث حمودي عبدالله حمودي أن المنهج الكلاسيكية تجعل من القبيلة مجتمعا معزولا تجعل من القبيلة أعتذر إذن أن حمودي يجعل من القبيلة مجتمعا معزولا عن تشكيلات الاجتماعية التاريخية الكبرى إذن فهم المجتمع المدني وأسوسه الفلسفية سجاوزها بسرعة لأن الأستاذ مونير سبقنا إلى ذلك وكذلك الأستاذ الذي تدخلها قبل فطبعا سأمر إلى هذا المسألة ولكن سأركز فقط على مسألة أساسية وهي ظهور المجتمع المدني في الوطن العربي كيف ظهر هذا المجتمع وما هي الاعتبارات التي أدت إلى ظهور هذا المجتمع المدني سأشير أولا إلى الإخفاق المجتمعي بمعنى فشل مشروع التورة في بناء المجتمع العربي الجديد وفشل أحزاب التقدمية والنخب الحاكمة في مطالب التنمية والتقدم الوحدة وصيانة الاستقلال انتشار الاعتبار الثاني انتشار الفكرة السلمية التنافس يعني السياسة في الوعي العربي مقابل الضمحلال سيطرة فكرة التلازم بين السياسة والعنف الاعتبار الثالث والأخير إعادة تمثل التورات الفكري الليبرالي والتورات النقدي الماركسي من قسم المتقفين العرب أترى أو أترى أن يخرج من حالة الدهول والبحث عن أسباب أو في أسباب الإخفاق التاريخي ومراجعة فرضية التفكير والعمل وهو طبعا هذا ما يتماشى مع مطرحه فيما بعد أو في مطرحه عزمي بشارة من أن المجتمع المدني في الوطن العربي قد انبعث في سياق مناقشات خيارات الديمقراطية التي تطرحها أزمة الأنظمة السلطوية العربية الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية وقد تم على الساحة العربية استحضار مناقشة دائرة غربيا منذ الثمانينات يعني الأزمة البولندية حول المجتمع المدني في مواجهة الدولة الشمولية إذن صفوة القول أنه هذا المجتمع المدني يمكن اعتباره مصدرا بديلا للشرعية نظرا لصغير وضعيته ففي وقت بناء هذا المفهوم في إطار الفكر الليبرالي في القرن السادس عشر مع هيومو سميت تم تعريف المجتمع المدني بأنه هيئة منفصلة عن الدولة إذن هذا بشكل عام إذن يتضح من خلال ما سبق أن هذه التعريفات تتفق على تشكيل فعالية فعالية المجتمع المدني وتتأسس من خلال إرادات الأفراد وسعيهم لتحقيق طموحاتهم وغاياتهم ومطالبهم التنموية كما أنه يصعب تنميض أو قولبة المفهوم في تعريف واحد لكن هناك شبه اتفاق على أن هذا المفهوم هو مجموعة الهيئات والمنظمات غير حكومية التي ستعتمد مبدأ تطوعية والاستقلالية في عمالها وعلى مبدأ المواطنة إذن تقلنا الآن إلى المجتمع العربي المعاصر وتاريخ تطوره وأردنا أن نحدد بالضبط ما نعنيه بالمجتمع المدني سنشير إلى أن هذا المجتمع سيكون طبعا من السهل المطابقة بين المفهوم الغربي والواقع العربي لكن هذه المطابقات تبدو خاطئة إلى حد ما لماذا؟ طبعا المفكرين في أوروبا أو في عصر هذا والأنوار عن المجتمع المدني كان الحديث عن المجتمعات انتقلت من عصر أو من فترة الفلاحة أو العصر المجتمع الزراعي الإقطاعي إلى مجتمع صناعي حداتي الاعتبار أو السبب الثاني هو أنه كان جزءا من سياق تطور تاريخي كان يخضع بكامله لمعطيات الداخلية الداتية الخاصة بأوروبا والسبب الثالث هو أن المشاكل الداخلية الاقتصادية منها واجتماعية التي كان يعاني منها المجتمع الأوروبي في ذلك الوقت قد أمكن تجاوزها بفضل الاستعمار بفضل التوسع الاستعماري وكل هذه الأمور كانت غائبة تماما بالنسبة للعالم العربي إذن كل هذا لا يجب أن ينسينا أيضا أن المجتمعات العربية لا تعيش مرحلة الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ولا تسلم من تدخلات الخارجية التي تعيق تطور في هذا الاتجاه إضافة إلى وقعها تحت وطأة استغلال إمبريالي عالم هكذا فإذا نحن تسألنا ما الذي جعلنا ننتبه في الوقت من الأوقات إلى ضرورة الاهتمام بالمجتمع المدني والمطالبة بالعمل على فسح المجال له لينشأ وينمو فإن الجواب لا بد أن ينطلق ضمنيا على الأقل من الواقع التالي وهو أن هناك مجتمعات أو في بعض المجتمعات العربية اليوم إرهاصات أو محاولات لقيام مجتمع مدني طبعا هناك اختلاف من دولتين إلى أخر وليس الأمر سواء وهذا أمر يشي بفشل النموذج المجتمعي الذي شيد على الأرض العربية قبل ظهور هذه الإرهاصات يعني قبل هذه المرحلة إضافة إلى ذلك لابد من مراعاة التفاوت الكبير القائم بين الأقطار العربية بمعنى أن البحث في المجتمع المدني يجب أن لا يتقيد بنفس البدايات وطبعا لا يمكن أن نصل إلى نفس النتائج أن تكون نظرتنا هذه قابلة أو أن تكون هذه النظرة قابلة للارتداد إذن أمر سريعا فالحديث الآن عن هذا التحول من القبيلة إلى المجتمع المدني هو حديث كذلك عن تاريخ الدولة في عموميتها أو في الوطن العربي وهذا الملاحظ كذلك هو تطور أو اختلاف تطور التاريخ للدول العربية وصياغ حكمها والتجارب المحلية التي مرت منها باختلاف مؤسساتها السياسية وطاريخها الطويل ولا يمكن أن نعمم أو أن التعميم لا يمكن أن يحيل إلى مبادئ أو إلى ديناميات عامة عادة أطمع أطمع في دقيقة فقط للخلصات إذن إذن كخلاصة لهذه الورقة وما أردت أن أحاول أو ما حاولت مناقشته وهو هذا الانتقال من القابلة بأدوارها ونعلم جميعا الأدوار التي قامت بها على مستوى ضبط المجتمع على مستوى كذلك مساعدة الحاكم أو مساعدة الجهاز المخزني وضبط المجال إلى إلى الآن أو تم تفويت مجموعة من هذه الوظائف إلى مجتمع المدني ولكن الملاحظ هو أن كذلك هذا المجتمع المدني في الوطن العربي لم يصل بعد إلى مرحلة الكمال أو الارتقاء إلى العمل بشكل أكثر فعالية لم يستطع أن ينخلط في النموذج العالمي بشكل كبير وبشكل فعال لم يمتلك قوة اقتراحية أو قوة إجرائية يمكنها أن تكون ضغطة على مستوى القرارات السياسية للدولة شكرا لحسن انتباهكم وأستسمح إن أطلت وشكرا لكم مرسا نحن نعتذر لدى جميع المتدخلين على حرصنا الشديد على احترام والالتزام بالوقت ولو ساعات حتى كان على حساب مداخلاتهم ونرجو أن يكون لنا تواصل خلال هذا ثلاثة أيام في الحقيقة قد أخذ كل الوقت بما فيه على حساب لاستراح ولا راح اللي كانت مقرر في البرنامج فعنا حلين من ضحي بالقهوة وباش ناخذ تدخل ولا ثنين ولا على الأقل تدخل ولا تساؤل العاجل ومن حرموكم شيء من القهوة والرأي تبع الرأي المنظمين والضغوطات اللي عندهم من حيث احتلال الفضاء والقاعد شكرا لن أتدخل وأن لن أستأثر بالتدخلات فقط نقطة تنظيمية نظرا لطول المداخلات ونظرا لحاجة الناس إلى بعض من الراحة أنا أقترح أن نمنح للمداخلات كلها يعني عشر دقائق بما فيها إجابات السادة للضيوف للأسف يعني مضطرين لهذا على أن يتواصل للنقاش طبعا هي قضايا مثارة وأساسا قضايا بفهمية هاته القضايا ستعيد تعترضنا يعني في المداخلات القديمة وكو أستاذ مهدي دونك بسرعة وبعجالة ما فغير ما معنا معرفنش كيفاش نعمل مع الوقت هذا اللي دهمنا دونك التدخلات عاجلة والكل لا يجب أن نتجاوز بما فيه الإجابات المتدخلين لساتذة ودكاترة متشكرين اللي دهمهم الوقت وبرج دونك عاجلة في مرحلة أولى على أن يتواصل الحوار فيما بيننا خلال قلت الأيام ثلاثة تفضل تشكري الأسماء من فضلكم نبدأ من بسرعة نعم نائل جرس من سوريا نائل جرس نائل جرس من سوريا نائل جرس من سوريا الأستاذ حميطوش من الجزائر عادل أرابح من جزائر نشوف تفضل هذا في رأيي يدخل أكثر في إطار المجتمع الأهلي بينما المجتمع المدني يرتبط بمفهوم المدنية وبينما هذه النشاطات في إطار القبيلي لا تكون منبثقة عن منظمات مشكلة من قبل المواطنين للدفاع عن مصالحهم أو مصالح بقية أفراد المجتمع السؤال ما هو الفرق بالضبط بين المجتمع الأهلي والمجتمع المدني وكيف يمكن للمجتمع الأهلي أن يدعم تكون جمعيات أو منظمات فاعلة في إطار المجتمع المدني شكرا شكرا للزملاء على تدخلاتهم لدي ملاحظتين فيما يتعلق زميلي منظيف الله بالقاسم أشار إلى تنظيم سياسي القائم في النظام الإقطاعي والانتقال إلى تنظيم سياسي أو بناء المؤسسات في المجتمعات الغربية دون تطرق إلى دور المفكرين الغربيين على غير مثلا فرنسيس بيكون الذي أشار إلى تخليص الفكر الإنسان الأوروبي فيما يتعلق الأوهام أو الفكر الأسطوري الإغرقي هؤلاء المفكرين فكروا ومثما لعبوا كبير جدا في تخليص الفكر الأوروبي وفي بلوارة فكرة المجتمع المدني وهناك ملاحظة فيما يتعلق زميلي المغربي المفكرين على العلاقة بين المجتمع والدولة في ليبيا بعد تراجع الدولة الرعية سابقا تمكنت الدولة من خلال وظيفة توزيع وإعادة توزيع من احتواء المجتمع ولا أقول المجتمع المدني انتلاقا من اتراجع من اتراجع وشكرا لانتالتو ترجمة نانسي قبل 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 يعني في مرحلة من المراحل عندنا في ليبيا تم تأسيس موسات مجتمع مدني قبلية كمجالس الحكماء وهيئة عيان ليبيا وحقيقة هذه مستمد أليات عملها وبرامجها من إعادة إنتاج منظومة القيم والتقاليد والأعراف القبلية وموافقة الشرع المنظمات هذه هي نهاية لمر زي ما قلنا الرؤية مقاعدة ماش واضحة نسبة لهم إضافة أن تم أعطائها تصريح من الجهة المناطبية اللي هي عندنا هيئة هي اللي عند اليوم اللي ينطبها أعطاء ترخيص موسات المجتمع المدني يعني تم أعطاء لبعض القبائل يعني تلقى بعض منظمات المجتمع المدني عبارة عليه أفراد قبيلة وحدة وأعطيوا ترخيص يعني بالتالي صار فيه إصباغ يعني لممارسات يعني ومفاهيم المجتمع المدني بالمفاهيم والبنية القبرية شكرا 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 جزيلا على ثم المتدخلين يعني في نفس في نفس الفكرة دائما يعني أثمر مذهب إليها الأستاذ يعني جورجس في تحديده بين أو الفصل إقامة جدار فصل بين المصطلحين مصطلح المجتمع الأهلي وهو حقيقة المؤسسات التي قائمة في الوطن العربي بمختلف الدول وفي مختلف الأنظمة القائمة مؤسسات مجتمع أهلي وليست مؤسسات مجتمع مدني كما سبق وأن ذكرت أن مفهوم المجتمع المدني ظهر مع الدولة الحديثة مع التنظيم السياسي الحديث للدولة وهذا يختلف عن ما هو موجود حاليا في الوطن العربي الدولة التي تأسست في الوطن العربي هي دولة مستوردة بالمفهوم يعني بين قوسين هي دولة ما بعد الاستعمار لذا فالقوانين التي تنظم دور مؤسسات المجتمع المدني بعد تأسيسها في المجتمعات الغربية ليست موجودة عندنا في الدول العربية المؤسسات المجتمع المدني بين قوسين وكارير الموجودة في الوطن العربي إنما أسست لأغراض ولمصالح ولتسيير المطالب الجماهيرية للعمال أو غيرهم من فئات المجتمع في إطار منظم يخدم ولا يضر مصالح السلطة الحاكمة بالنسبة نقطة فقط لو سمحت أستاذة الفكرة التي أشار إليها أستاذي الأستاذ حاميتوش نعم هذا أمر مفرغ منه تحرر الفكر الغربي من الفكر أو تحرر المجتمعات الغربية من الفكر الإقطاعي الذي كان قائما قبل عصر تنوير ومن قبله نعم من عصر تنوير إنما أسست على الأعمال والتروحات الفكرية التي أنتجها والتي صدرت عن مفكرين كثير إمانويل كانت على سبيل مثال فلسفة العقد الاجتماعي من تسكو وغيرهم من الفلسفة وشوكرا شوكرا جد شكرا جد شكرا جد شكرا جد قد خدميك بعده -،، بعد ذلك فهو أعطب أن تقديمه لعبارة المحلول على المتابعة والعبارة المحلول على المتابعة للحصول على المتابعة والعبارة المتابعة. نعرف أننا تعرف مباركة للمنزل برلن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكذلك في الولاء أو عدم الولاء إلى السلطان هذا نقاش ولكن برز الفرد كقيمة داخل المجتمع وبرزت معه كذلك وبرز مع المجتمع المدني شكرا مرة أخرى لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر